وانا عارف ان انتم مستعجلين عايزين توصلوا للجزء الخاص بايه كيفية التعامل طيب نعمل ايه بقى في الحالات اللي زي دي لكن معلش استحملوني شوية لاننا عشان نوصل لجزء الوقاية وكيفية التعامل لازم زي ما عملنا كده نشرح بشكل كامل كل الجوانب المتعلقة بالسلوك ده يعني من وجهة نظر الطفل هو بيعمل كده ليه لما تفهمه هو بيعمل كده ليه انتوا هتتفهموه انتوا يعني انتوا مش بس هتفهموه هتتفهمو بقى سلوكو وبالتالي رد فعلكو هيكون اطيب وهيكون جيد وهيكون ممتاز طيب قاعدة جديدة عايزين نتفق عليها عشان نقدر نترجم لغة الطفل في تعبيره عن نفسه في النوع ده من المواقف اهي لغة هي هنتعلمها دلوقتي القاعدة دي بتقول ايه ان الطفل لما يقول لقا واحنا اتفقنا ان لقا دي مش بالحروف لكن بحركة الراس اللي بتشير للكلمة دي اذا كان بيعرف يعملها او بتجاهل الطلب اللي بنتطلبه منه زي ما قلنا في الجزء الاول او يعني بأشكال تانية يبقى لقا عند الطفل هي تعبير الاشكال اللي هي انه يسرخ وشعر هي تعبير من الطفل يعني الطفل ده بيقول لنا انه محتاج لبعض الاستقلالية يعني يا ماما ويا بابا انا عايز اعمل الشيء ده الوحدي وبغض النظر زي ما اتفقنا هل الشيء ده ينفع الطفل يعمله لوحده ولا لا هو من وجهة نظره شايف وحاسس انه يقدر يعمله تمام طيب املنا وباتل مزاج العصبية بقى عند الطفل معناها ايه يعني لما تحصل بقى انه هو يعني احنا اصرينا وما فهمناش الرسالة اللي هو ابعتها لنا بكلمة لقى انا مش موافق على تدخلكم مش موافق انكم تمنعوني مش موافق انكم تنهل الخطوة اللي انا عايز اعملها فيقوم دي معناها لقى بس يدخل بقى في نوبة المزاج العصبية او بمعنى ادق بيدخل في مرحلة الاحباط فهمتوا الفرق يعني لقى معناها ايه انا عايز اعمل حاجة انما نوبة المزاج العصبية نفسها معناها اني خلاصة منعت اني اعمل الحاجة هلا هو فيه فرق طبعا الفرق ده له علاقة بطرق الوقاية وطرق التعامل زي ما هتعرفه حالا دلوقتي وبالتالي اذا احنا اتعاملنا مع الطفل بطريقة متسرعة ممكن احنا اللي ننقله من مرحلة لقى لمرحلة الاحباط يعني من مرحلة الناهي عن فعل شيء واندخلوا احنا بادينا كده بتصرفنا لمرحلة الاحباط وبالتالي في نوبة مزاج عصبي الاطفال يا جماعة عندهم مهارات بس لسه ما عندهمش معرفة بتعليمات الامان او السلامة عندهم قدرة على اتخاذ قرارات لكن لسه ما عندهمش القدرة على عقد صفقات او تسويات عندهم حماس الفعل لكن ما عندهمش خبرة التعامل مع خيبة الامل او ضبط النفس والانهم لسه مش عارفين يعبروا عن نفسهم او مشاعرهم بالكلام زي ما قلنا فبيعوضوا ده بطريقة تانية بيعوضوا بالعياط او الانسحاب من الموقف او حتى الدخول في نوبة مزاج عصبي ومرة جديدة هرجع اكد لحضراتكم ان نوبات المزاج العصبية دي رغم ازعجها الا انها مش خطيرة طيب يا ترى ايه بقى اول طرق الوقاية من نوبات المزاج العصبية عند الاطفال اول هذه الطرق هي التنبؤ ايوة حضرتك بخبرتك مع طفلك تقدر يتحددي بعض الاوقات اللي الطفل بيكون داخل على ديء او داخل على اريفة عايزين مثال قبل النوم مثلا كتير قوي قوي من الاطفال بيدخلوا في حالة اريفة كده قبل النوم خصوصا النوم اللي هو بتاع بالليل وتلاقي الام يعني بتعرف على طول وتقول خلاص دي اريفة النوم هو اصله قرب ينام فهو ام اريف كده والامهات الشطرة تلاقيهم متفهمين لطفلهم في الوقت ده ويبتدوا يطبطبوا عليه ويحضنوه وهو ده الصح على فكرة مش ان احنا نقعد نسأل الطفل انت متداق من ايه لانه في الوقت ده مبقاش عارف اصلا هو متداق من ايه فاهمين قصدي خلاص خلصنا المسأل ده كل الامهات عارفينه بيتهايقلي نرجع بقى لنوبات المزاج العصبية اللي بتسبق حدوثها ممكن تختلف من طفل للتاني الى ان فيه علامات اساسية عند معظم الاطفال الله يبقى هنا التنبؤ بقى لما شوف العلامات دي كام او كاب يعني اعرف ان الطفل داخل على نوبة مزاج عصبية تمام نوبة مزاج عصبية خلاص تقريبا لما بنشوف بقى العلامات دي او بنشوف حاجة منها نتوقع على طول ان النوبات المزاجية العصبية دي هتحصل زي ايه بقى العلامات دي زي ان الطفل يبانوا انه مكشر هو كده لللفل اللاج قاعد كده ابتدى يكشر كده من غير سبب حتى لو قاعد يلعب او قاعد يتفرج على تلفزيون او قاعد بصص لنا تلوه فجأة مكشر دي علامة من العلامات او انه يزعل اصرع من المعتاد يعني ياخد على خطره كده اصرع من المعتاد وما يستجبش لما نبتدي نلعبه او نلطف معاه يعني او حتى نحاول ندحكه ولما يبتدي يخبط او يرزع لعبه على شيء معين يعني مثلا لو نفترض انه قاعد على الارض مثلا قاعد على سجادة ولا بتاعه وجايبين له احنا اللعب وحطينها في صندوق او في جردل او حاجة كده الحاجات البلاستيك دي تمام تبص ليه وماسك اللعب وعمال يرزعها يرزعها في الصندوق يرزعها على الارض يرزعها على الكنبة يرزعها على الكرسي يعني لو قاعد على الكنبة او كرسي وهكذا دول تلات علامات اساسية احنا قلناهم هو يبان هو يبان انه مكشر من غير سبب كده يزعل اسرع وما يستجبش لما نحاول ندحكه او نلطف معاه او نلعبه او كده ويبتدي يرزع في الحاجات اللي هو يعني حتى لو مش مسك لعبه او حاجة يبتدي يرزع ايده كده على الكنبة او على الكرسي او علينا واحنا شايلينه كده يقعد يعمل كده واحنا نقعد نقول بقى ايه لا هو ماله هو احنا هو بيضربنا لا هي دي علامات اساسية يبقى لما نلاحظ حاجة من العلامات دول حاجة او اكتر يعني هما التلاتة دول نبتدي نتوقع بعدها انه هيطلب او هيبدأ يعمل شيء معين الحكاية مش هتخلص كده بقى هيعمل اهو خلاص هيعمل حاجة يعني مش مسموحة من وجهة نظرنا يعني من وجهة نظره هي مسموحة واذا بدأت عملية ايقافه او منعه طبعا في حالة ان الحاجة دي عايز يعملها يعني ما تنفعش انه يعملها اصلا هتلاقوه بتدى يصر على فعل الشيء ده يعني رايح مثلا ناحية حاجة عايز يمسك حاجة من الحاجات بتاعتنا عايز يمسك حاجة ريموت كنترول مثلا بتاعت التلفزيون عايز يمسك نظارة بابا خلاص هو عايز يمسكها بيه هو ناو خلاص شفنا العلامات هو ناوي بقى يعمل حاجة خلاص